ازاك يا شباب معاملين ايه؟ قلتلكوا النهاردة في فيديو جامد جدا في فيديو النهاردة قررت ان انا هتفرج على التيك توك والمرة دي هحاول على قد ما اقدر ان انا اتجنب الناس اللي بتطلع دايما انا قلت هحاول بس هو ما بصراحة كل واحد منازل فول 1500 فيديو والتيك توك وكله على بعض وما يتكملش على 10.000-20.000-50.000-30.000 حاجة كده يعني كان فيديو يعني انتم فاهمين؟ فبس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما ازهرهمش ولكن انا مليش دعوة لو هم غصب عننا عمال يطلعوا انا برضو لازم انزل الفيديو فبفكرة فيديو النهاردة بكل اختصار ان احنا هنتفرج على فيديوهات كرينج وحنحاول نعمل رد فعل بسيطة ما تبقاشش انفعالية زيادة عن اللزوم اصلا باخر خمس فيديوهات انفعلت كتير قوي واللايك فعالية كده فاتمنى يعني ان انا يطلع لي فيديوهات كرينج جميلة بالضحك مش عارف زبطت ازاي بس اتمنى فقبل بداية الفيديو ما تنسوش ان انتو تصلى على النبي وتشتركوا بالقناة عشان ما تبقاش حاجة ونوصل نص مليون مشترك هو فعالية ما تبقاش حاجة المراضي خمس وعشرين الف مشترك ولا عشرين الف انا مش عايز اقرر على نفسي بس والله انا تحسد عليكم يعني انتو حرفيا بتزبطوني دايما انا بتطبل لكم فبلاي عليكم وعملولي لايك وما تحرمنيش من رأيك بالفيديو ده تحت في التعليقات بس ما طولش عليكم يلا بينا نبدأ عمروكم شفتوا البان استنوا 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 اللي هيكل الوجه ده مألوف انا شايفه قبل كده انا متأكد شكل راملة اهو البان ده بقى مكتوب عليه بابل دست يعني فقاكي على الراملة ايوه يعني برضو مش فاهم انا اول مرة اعرف بس الاسم مألوف شوية اسمه نور نبيل لا معرفتكش انا كده يا نور واحد لسه معرفش ان انا جايب السناك ده من بيت اسرق انا كنت عارف اقسم بالله كنت عارف انا كنت عارف ان هو اخو اسرق ملمح وشوهم متشابهة اوي اجدعان انا نفسي اسمه هو بيتكلم سوري بصراحة عاز اشوف شكله هيبقى عامل ازاي او صوته بس خلاص يعني معروفة معروفة ان يوم الجمعة اي ابي بيصح يضبط في اولاده يا امه بيصح ينوع المكس يصلى علي المكسر اللي 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 عادة ده 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 يوم اوه هو في ايه هو في ايه حاج انا مش عارف هي جايبة البرود ده منين انا مستغرب والله اختها صغيرة عملت اوية تهوية عملت اتحك وتصور اقسم بالله انا عايز انا عايز ابقى زي سوزي خلاص انا اجبتها انا قررت ان انا عايزة بقى كده لا بجد يا جدعان دي دي طلقه دي 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 يلاوي يعني انا لو معايا ابرودت مشاعر سوزي انا مايفرقلش الفيديو جاب مشاهدات ولا لأ مش لازم اكتقب لو ما جابش اوه اوه ايه انا مش فاهم بجد انا انا يعني اقلك مش قادر والله يعني انا حاسس ان انا دخلت بيتك ودخلت خصوصيات كل ما ينفعش ادخلها وانا قاعد مكاني لا بجد والله شكرا يا سوزي يعني بتفسحيني استنوك داني الاغنية عليك برايت بس هو انا شدتني المقولة اللي هو كاتبها المعزيم مستغربة مختفي فين ده انا في الحمام وانا بشخبن الفرحة بعد بخلفة ايه 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 وايه العلاقة دكسك دي وفيه بجد لا خلاص احنا نستخدم الفيديو بتاعي فيك بصراحة لا خلاص كبداية هو مش وحش قوي او مش كبداية احنا عملنا فيديوهات كتير من قبله يعني بس هو مش وحش الود الياباني ده ولا الكوري ولا مش عارف طلع منين ده انا شفته برضو قبل كده كان بيعمل تحدي مع حبيبته انه هما يعني هو حل هو حل وعمتا مش وحش بس الفكرة ان انا عارف ان هو بيفهم عربي يعني لا استنوا تصدقوا يمكن ما بيفهمش عربي مش عارف لو عايزين انا اعمل تحقيقات ابو كلب خلوني ايه يعني اعمل لكم اكتبولي تحت في التعليقات لو عايزين اشغل تحقيقاتي واكتشف لكم ده ياباني ولا كوري من ملامهم بس هو مشكور يعني غالبا اصل الكوريين شكلهم بيبقى ميل كده مش عايز اتكلم مش عايزين الجمهور بتاع بتاس داي ونط علينا بس انا برضو اللي عارفوا ان هو في الاردن انا ايه اللي جابه مصر ما عارفش بس ولكم حبيبي ولكم نورت مصر بشوف الاغنية بيعملوا فلوجات اللي هو بيحطوا الكاميرا وبيصهم النوم بيلاقوها بتصور سبحان الله اخيرا اخيرا حد قال الكلمة الجوهرية اللي انا نفسي اقولها بطلوا تمثيل بطلوا بجد انا مش عارف ازاي دايما سبحان الله بيصحوا فريش يعني انا بصحى شعري في كل حتة مش عارف ازاي عناي حمرة وعمل زي كاني طالع من القبر اما بقى بيصحوا سبحان الله شعرون معمول ويفي ما تقنقونيش يا جماعة ان انتو كده بجد مش لايق عليكم سبحان الله وقررت اقلت فلوجات الاغنية دي عملت نفسي نايمة وبقى فجأة سحيت سبحان الله اي ساعة خمسة الفجر بعد الضهر يوم جديد مشرق مفاحة ازاي يعني خمسة الفجر بعد الضهر طب انا افهم منها ايه دي عضرتك سحيتي ام تعدي فهمنا لأ بقولك ما تضيقنان اه يعني زي حالاتي كده احنا برضو من انتخل في بيت سوزي ومنشوف حاجات احنا مش لازم نشوفها ومنشوفها بتضرب بشيب شبه حاجات من دي يعني احنا تعودنا خلاص يعني ماتخديش في بالك فبيضربوا ويرشحوا بقى المهم انك المفروض بقى حط ميكب بقى زي الاغنية وكده بس هالحقيقة اخول ايه بقى ازيق من عمر الدياب ازاي يعني انا معرفش مين عمر الدياب ده بس يعني مش مش مزبوطة مش مزبوطة خالص ازاي يعني على فقرة غسيل السنان كل الاغنية هتلاقيهم بيخسلوا سنانهم بلازم حصل اقسم بالله حصل حتى ان هم بيحسسوني ان انا جربان عشان بصحة ومش بغسل سناني يعني انا بصحة اما بنسى اخسل سناني اما بغسلها مرة بالاسبوع مش عارف بتظبط ازاي بس انا فعلا مهم اللي اتناني او مش مهم اللي يعني بغسلهم مرة في اليوم بس مش مزبوطة اخسلهم مش عارف الاغنية بيعملوها ازاي دي والمشكلة بتلاقي سنانهم سبحان الله حلوة بفتيكة مش عارف بيجيبوها منين دي ما شاء الله يبقى يتضمن غسيل السنان ليه معرفش طبعا زي ما حفزتوك ان انتو لازم تعملوا نفسك ان انتو بتشربوا سنكافيه والمجي يكون فوضي اصلا منشرب ايه حضرتك منشرب ايه الله يسمحك سنكافيه تلاقتي فيه منين ده يعني انا ده اعتبروا ايه ده ايه ده ازاي يعني دي النتيجة النهائية سكيب انا انا شايف ان احنا انا قرشح ان احنا نعمل سكيب تميت الليل كله احلم في شي واحد ما عارف حبيبتي الله يلا هو ايه يا جدعان انتو فاكرين الفيديو ده الفيديو بتاع لقيت حبيبتي فيه ايه دي ما يا جدعان والله برضو غنية بس عادي دي عليها بس عرفت اني لازم القاة شي برتقالي ودواري اتجهزت حييومي ودواري راسي عارفة راسي كده برتقالي ودواري تعالي الجيني يدعان ما شاء الله بجد قلت يلا لبست شي برتقالي في هالمناسبة وجبت معاي برتقالة لانه اقرب الشي للي حلمت فيه كنموذج يعني وصلت للمال وتميت اسأل الامن اذا يعرفون وين القاة شي مثله لقيني انا والله يقولتلك ويكونتو ايجبت حبيبتي تعالي ايجب ورن علي يا بقى عندك تليبورتي كده بقى ما تاخدوش في بالك عادي دلاني على هذا المكان اللي هو السودة جنيرا والسفورة ايه؟ بتقولي ايه يا ستنتي هو ايه؟ ايه ده؟ انا مش فاهم اي حاجة بس الله يسامحك والله الله يسامحك حزستين ان انا جاهل يعني.. يعني انت بتقولي ايه؟ مش عارف مش عارف هي نقطة قيلة الاسم ده ازاي سكيب لا لا دي حبيبتي ماينفعش سكيب لحي لبسوني هالسوارة عشان ادخل عجبتشان اشوف هالجوز الهند وتحمست بزيادة اما مش فاهم حاجة يا جدعان البنت دي منين؟ هو في ايه؟ البنت دي منين بجد؟ بكم يا قوي خلاص انا اتخلى عنك مش عايزك تبقى حبيبتي وكنت من اعزر سوا هوب هيب بطاخ حاس ان انا الي الزر بتاع بكم وحبي اعرده قدام صاحبه راح ايمر عاملي كده كده في مناكيري و ايه ده؟ و ايه في ايه يا ستة؟ و ايه معلش ايه ده يا ستة ممكن افهم؟ انا قلت مش عايزة اتعصب بس لا ايتي مش عايزة تحكرميني و احمستني كده ايتي مش عايزة تحكرميني تاك 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 في مناكيري؟ هو في ايه؟ ستصلي العظمة الامامية والسفلية والعلمة لنتو كسرها كلها ولاي كان يعمل فيك خير يا ابني انت مناخيرهاك اكبر من برج ايفل عشان ميل و كده ايه مش حافظة ايه بس احنا زي ما انتو شايفين ما عندش مناخير كل ده كل ده و مفيش مناخير امه لو فيه هتعملي ايه هتشفطي الكوكب اوه في ايه 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 حاليا ما بعرفش اشمي الحمد لله حاليا كده انا على وشك الانتهاء ما بعرفش اشمي لو حدي فسط دلوقتي مش اشمي انا حاليا مش الحمد لله دي نعمة ابوس ايدي وش وظهر وقفة وفخات كمان ايه امه لو بتشمي بتعملي ايه تعتشفطيني اوه اوه في ايه لا يا جماعة مش بتنمر على الانف الكبير او بتنمر عليه هو شخصيا او مش بتنمر عليه او بتنمر على الفيديو نفسه عشان تبقى عارفين انا لا اتنمر على الاشخاص هم زي انا زيهم اخواتي وكده يا شباب نكون صناعة الفيديو اتمنى ان يكون عجبكم متنسوش ان تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان ما تبقى اش حاجة ونوصل نص مليون متابع وانا سلقتلكوا فيديو جامل جدا على القناة التانية روحوا شوفوه